موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرز وآخر أخبار الاقتصاد ندأ النشط من برسة يدار البيضاء التي انهت تدولاتها اليوم على وقع الانقفاض حيث سجل مؤشرها رئيسي مازي تراجعا بنسبة 0.32% يستقر بذلك عند 14.080.57 نقطة من جانبه سجل مؤشر مازي عشرون الذي يعكس وداء عشرين مقاولة مدرجة بالبرسة انخفاضا بنسبة 0.29% إلى 1132.95 نقطة فيما سجل مازي أس جي مؤشر شركات الحاصلة على أفضل تصنيف أس جي تراجعا بنسبة 0.42% ليصل إلى 1012.79 نقطة في المقابل سجل مازي ميد أند سمول كاب مؤشر أداء يسعر الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورسة ربحا بنسبة 0.11% ليصل إلى 1351.77 نقطة وفي خبر نكر أعلن المكتب والوطني المغربي للسياحة عن اطلاق أول رحلة جوية مباشرة ابتداء من 17 من أكتوبر الجاري تربط المغرب بأيسلندا حيث سيتم تشغيل هذا الخط من طرف شركة طيران ذي الكلفة المنخفضة Play Airlines وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الرحلة الجوية المباشرة تعتبر أول مسار جوي منتظم سيربط عاصمة أسلندا بمراكش بمعدل رحلتين أسبوعيتين علما أنها أول رحلة مباشرة تدخل في إطار الاتفاق الاستراتيجي المبرم ما بين المكتب وشركة Play Airlines حيث ينص على أنه علاوة على إطلاق الرحلات سيتم تنظيم حملات تواصلية وترويجية مشتركة تستارف المسافرين القادمين من أيسلندا وبلدان أمريكا الشمالية ننتقل الآن إلى المشهد الاقتصادي العالمي وفي أسواق الطاقة ترجعت العقود الأجر لينفط اليوم وتتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من ستة بالمئة بضغط من مخاوفات تتعلق بالطلب مع طبط الاقتصادي الصيني وترجعت العقود الأجر لخامي برينت سبعة وأربعين سنة لتصل إلى ثلاثة وسبعين دولارا وثلاثة وتسعين سنة للبرميلة كما هبط خام غربي تيكساس الوسيط الأمريكي خمسة وأربعين سنة لتصل إلى سبعين دولار وإثنين وعشرين سنة للبرميلة ويتجه الخمان القياسيان لتكبد خسارة بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهم منذ الثاني من شتنبر وذلك بعد انخفضت أوبيك ووكلة الطاقة الدولية توقعاتهما لطلب العالمي على النفط في ألفين واربع وعشرين وألفين وخمسة وعشرين وفي سوق المعدن تجاوز ذهب اليوم مستوى ألفين وسبعمائة دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق ليوصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تأسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن وصعد الذهب في المعاملات الفورية بسفر فصل ستة بالمئة ليصل إلى ألفين وسبعمائة وتسعة دولارات وواحد وثمانين سنة للأوقية بعدما وصل لأعلى مستوى عند ألفين وسبعمائة وأربعة عشر دولارا في وقت سابق من الجلسة هذا وزاد الذهب حتى الآن هذا الأسبوع اثنين بالمئة كما ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب بسفر فصل سبعة بالمئة لتصله إلى ألفين وسبعمائة وخمسة وعشرين دولارا نكتفي بهذا القدر مشاهدي الكرام دمتم في أمان الله وإلى اللقاء